السلام عليكم في حلقة اليوم هنعرض كتاب Ego is the Enemy الأنا هي العدو في كتاب اليوم هنشرح ليه جزء من نفسك ممكن يكون تأثيره عليك تأثير العدو اللي بيحربت لمنعك من النجاح وإحراس تقدم في حياتك وطبعا هنعرض مجموعة من النصائح تساعدنا على التعامل مع هذا العدو لتجنب ضرره هنعرض كتاب اليوم من خلال 3 أفكار ما المقصود بالأنا كيف تصبح الأنا هي العدو وكيف تنتصر على الأنا بعد مشاهدة الحلقة هتقدر تحمل محتوائها في شكل كتاب بديئي في مهيئ للكراءة على الموبايل والتابليت الرابط في وصف الفيديو أول فكرة معانا عن المقصود بكلمة الأنا Ego في علم النفس يقال أن الشخصية لها 3 مكونات الهو Ed والأنا Ego والأنا العليا Super Ego لكن احنا هنا مش مفتمين بتعارفات علم النفس المؤلف بيقدم تعريف بسيط لتوضيح المقصود بالأنا اللي بيتكلم عنها الإيجو هو جزء في النفس البشرية اللي عنده صورة مبالغ فيها عن مدى أهميتنا وقدراتنا بشكل بيدرنا الإيجو هو الجزء اللي بيسعى للظهور طلبا للثناء والمتحة حتى وإن كان غير مستحق وهو الجزء اللي بيقره النقد حتى وإن كان نقد مهدب مستحق الانا هي الجزء اللي بيخلينا مهوسين بصورتنا عند الآخرين وقلقين بشأنها أكتر من اللازم عند بعض الأشخاص الانا ممكن تتضخم حتى تظهر في أقوالهم وأفعالهم وفي الحالة دي بنعتبر الأشخاص دول مغرورين ومتكبرين لكن عند معظم الناس الانا ممكن تشكل مشكلة بدون ما تظهر في أقوال وأفعال الشخص الشخص ممكن يكون طيب وبيعامل الناس بدون غرور أو تكبر لكن مع ذلك لا يسلم من مبلغته في تقدير نفسه وسعيد الحصول على أعجاب الناس وثناءهم النقطة دي مهمة جدا حتى لا يظن البعض أننا بنتكلم عن الغرور بشكله المعروف الظاهر خصوصا أن كتاب اليوم مترجم للعربية تحت اسم الغرور هو العدو وأنا نفس في فيديو سابق أشارت للكتاب باسم الكبر النفس هو العدو وبالرغم من أن كلمة إيجو ممكن تستخدم بمعنى الغرور والكبر أحيانا إلى أن البعض قد يسيء فيه معنوان الكتاب ويعتقد أننا بنتكلم عن الغرور والكبر الظاهر المعروف وبالتالي يظن أن الكتاب مش مهم بالنسباله خصوصا أن ما فيش مغرور بيعترف بأنه مغرور أو متكبر عشان يقرأ كتاب بيحذره من الغرور كمان خلي بالك أن فرح الإنسان بالثناء والمدح ده شيء طبيعي لو حققت إنجاز معين أو عملت عمل صالح والناس أثنوا عليك فأسعدك ثناءهم ومدحوهم ليك فدي طبيعة من نفس البشرية مش دي المشكلة المشكلة هي أن يكون الدافع الأساسي عندك للإنجاز والعمل الصالح هو طلب إعجاب الناس وثناءهم طبعا في أمور الدين والعبادة ده يعتبر رياء والرياء يقود صاحبه للخسارة في الآخرة وكل عمل صالح أمبيه رياءا للناس وطلبا لما تحوم وثناءهم يصبح هباءا منثورا لكن اللي الكتاب يركز عليه هنا هو إن الأنى ممكن تقودك للخسارة في أمور الدنيا أيضا وتحرمك من تحيي نجاح أو تقدم في حياتك وده اللي هنوضح بالتفصيل في الفكرة القادمة تاني فكرة معانا عن أشكال الضرر اللي بتسببه الأنى لصاحبها في سعي للنجاح والإنجاز في الحياة والكتاب هنا بيستفيد في شرح أشكال الضرر في ثلاث حالات مختلفة بنتقلب ما بينها في حياتنا حالة بداية سعيك وطموحك لتحقيق هدف أو إنجاز معين وحالة تحقيق نجاح في أحد أهدافك أو مشاريعك وحالة انفشل في الإنجاز وتحقيق الهدف فخلينا نلقي نظرة تفصيلية على كل حالة من الحالات دي أول حالة حالة بداية سعيك لتحقيق إنجاز أو هدف في بداية سعينا لتحقيق إنجاز أو هدف عادة بيملقنا الحماس والأمل وبعض الفخر بإننا أصحاب طموح الأنا هنا بتبقى حبة جدا إنها تتكلم وتحكي للناس عن الهدف اللي بدأنا في تحقيقه الأنا عايز أتعرف الناس بإنك شخص صاحب طموح فبتدفعك للكلام أمام الناس عشان توصلهم الصورة المبالغ فيها اللي أنت بتكون وخدة عن نفسك في اللحظة دي فتبدأ تتكلم مع اللي حواليك أو على السوشيال ميديا عن هدفك أو مشروعك وبعدما الأنا تتلقى الثناء والمتح اللي كانت بتبحث عنه عند الآخرين رغبتك في إنجاز العمل نفسه هتقل الكلام عن المشروع يبقى أكثر متعب مراحل من العمل الفعلي على المشروع كمان بالإضافة للكلام اللي أنا ممكن تعطلك وتشغلك عن العمل بالخيالات وأحلام اليقظة تلاقي نفسك باستمرار بتتخيل لحظة النجاح وإعجاب الناس ديك وبعقريتك وجمالك وكل ما نغمزت في الخيالات دي أكتر كل ما العمل الفعلي على الهدف هيكون أصعب لأن العمل مجهد وأحيانا ممل وما فيهوش متعة الخيالات أو طلق بالتناء والمتح من الآخرين يعني الخلاصة هنا في حالة سعيك لتحقيق هدف أو طموح معين اللي أنا هتشغلك بالكلام والخيالات عن العمل الفعلي لتحقيق هدفك أو طموحك وعشان كده بنعتبرها عدو ليك بيمنعك من النجاح الحالة التانية في حالة تحقيق النجاح في حالة إنك حققت نجاح في هدف معين أو في أمر من أمور حياتك اللي أنا ممكن تضرك بأكتر من شكل تضرك هنا بمعنى إنها تحرمك من النجاح اللي حققته أو تمنعك من تكرار النجاح ده مستقبلا من أقبح أشكال الضرر اللي ممكن تسببه لأنا للشخص الناجح هو إنها تخليه يتنكر لتوفيقه وفضل الله عليه خلي بالك إحنا هنا بنتكلم عن الاعتقاد الداخلي ما فيه شخص عائل هينكر فضل وتوفيق ربنا له أمام الناس لكن داخليا ممكن يبقى شايف إنه استحق النجاح ده بعمله فقط وإن زكاؤه ومهاراته هي المصدر الوحيد لنجاحه يعني زي ما قال قارون كده إنما أتيته على علم عندي فماذا تتوقع لمن أنكر فضل وتوفيق ربنا له كمان الأنا ممكن تخليك تتنكر للناس اللي ساعدتك في تحقيق النجاح عشان تنسب الفضل كله لنفسك وده ممكن يجعل الناس دي تتركك وبالتالي تخسر نجاحك أو تعجز عن تكراره زي صاحب أو مدير الشركة اللي يتنكر للموظفين اللي ساعدوا شركته على النجاح ويعتقد إن نجاح الشركة كان بسبب عبقريته الإدارية وإنه قادر على النجاح بدون الموظفين دول فلما يتركوه يحتاس ولا يجد بديل مناسب ليهم وتبدأ شركته في الانهيار شكل آخر خفي من أشكال ضرر الانه في حالة النجاح هي إنها تخليك تفقد الثقة في قدرة الآخرين على مساعدتك وبالتالي تحمل نفسك فوق طقتك تبقى شايف إن ما فيش حد يقدر يقوم بأي جزء من شغلك بنفس الكفاءة اللي انت بتقوم بيها مهما كان الجزء ده بسيط وتحاول تعمل كل حاجة بنفسك فتحط نفسك تحت ضغط كبير يقلل من قدرتك على النجاح طبيعي طبعا إن أي حد هتستعين به مش هيؤدي العمل بنفس الكفاءة في البداية لكن بعد فترة من التدريب هيوصل للكفاءة المطلوبة وبالتالي يخفف من عليك الضغط ويسمح لك بالتركيز على الأمور اللي صعب فعلا يقوم بيها حد غيرك شكل آخر من أشكال ضرر الانه في حالة النجاح هي إنها تخليك تركا لهذا النجاح يعني مثلا لما تنجح في تعلم مهارة أو تقنية معينة وتبقى شاطر وبميز في استخدامها لكن بعد فترة تظهر أداء أو تقنية جديدة وعيدة الان هنا مش هتحب إنك تترك دور الخبير اللي بتعيشه مع التقنية القديمة وتعيش دور المبتدئ مع تقنية جديدة وده طبعا هيحرمك من إنك تطور نفسك ويعتبر مخطرة بمستقبلك كمان لو كنت أنجح أو أشتر شخص في مكان معين الان هتبقى عايزك تستمر في المكان ده عشان تحافظ على مكانتك ونظرة الآخرين ليك في هذا المكان بدلا من الانتقال لما كان أفضل ممكن تتعلم وتطور نفسك فيه بشكل أكبر لأن في ناس أنجح وأمهر منك ممكن تتعلم منهم لكن الانا مش حبة إن يكون في شخص أنجح وأمهر منك جنبها لأن ده بيفقدها الصورة الوهمية المبالغ فيها اللي هي رسمها لنفسه فيما قوله بتقول إذا كنت الأفضل في مكانك فأنت في المكان الخطأ لأن المكان ده مش هيساعدك تطور نفسك فالخلاصة هنا في حالة النجاح الانا ممكن تخليك تفقد توفيق ربنا ومساعدة الآخرين ليك ممكن تخليك تحمل نفسك فوق طقتك وتمنعك من تطوير نفسك لتحقيق نجاح أكبر الحالة الثالثة في حالة الفشل الانا ممكن تضرك حتى في حالة فشلك في تحقيق إنجاز أو هدف والضرر هنا عادة بياخد أحد شكلين الشكل الأول أن الانا تخليك لا تعترف بمسؤوليتك عن الفشل تخليك تلق اللوم على الآخرين وعلى الظروف خلي بالك أحيانا فعلا بعض أسباب الفشل بتكون أسباب خارجية لكن في معظم الأحيان بيكون ليك دور في الفشل وبتتحمل على الأقل جزء منه لكن الانا ما بتحبش تعترف بكده لأن ده مخالف للصورة اللي هي رسمها عن نفسك وطبعا في الحالة دي الانا هتحرمك من إنك تتعلم من أخطائك لأنها أصلا مش معترفة بالخطاء ودي مشكلة لأن التعلم من الأخطاء ضرورة لتطوير النفس وتحقيق نجاح في المستقبل الشكل الثاني للضرر وهو معاكس تماما للشكل الأول هو إن الفشل يتسبب في صدمة عنيفة للانا والصورة المبالغ فيها اللي كانت رسمها فتخليك تفقد الثقة في نفسك تماما تخليك تشعر بالإهانة والحزن اللي يدفعك للاستسلام وطبعا كل ما كانت الصورة اللي رسمها الانا مبالغ فيها أكتر كل ما كان وقع الصدمة عليها أكبر فالخلاصة هنا في حالة الفشل الانا ممكن تحرمك من التعلم من أخطائك وبالتالي هتخليك عرضة لتكرار الفشل مستقبلا وهتقلل من فرصة نجاحك أو هتتسبب في تعرضك لصدمة تفقدك ثقتك في نفسك تماما بدون داعي وتخليك تتوقف عن السعي للنجاح من الأساس كده إحنا وضحنا أشكال الضرر المختلفة اللي بتسببه الانا في حالة السعي للإنجاز وفي حالة النجاح وفي حالة الفشل كل الأشكال دي هي اللي بتخلينا نقول أن الأنا قد تكون هي ألد أعدائك في الحياة وهنا طبعا يأتي السؤال كيف تنتصر على هذا العدو وده اللي هنتكلم عنه في الفكرة القادمة تالت فكرة معنا عن كيفية الانتصار على الأنا وتجنب أشكال الضرر المختلفة اللي ذكرناها في أربع نصائح هيساعدوك في حربك مع الأنا أول نصيحة كن واعيا بهذا العدو طبيعي عشان تقدر تنتصر على عدوك لازم تكون واعي معترف بوجوده من الأساس والمفروض قراءة الكتاب أو مشاهدة هذه الحلقة تكون ساعدتك على تحقيق جزء مهم من هذا الوعي لكن لأن النسيان هو طبع الإنسان فأنت محتاج تفكر نفسك من وقت لآخر بهذا العدو عشان تنتبه له في اللحظات اللي بيظهر فيها مؤلف الكتاب عمل وشم على دراعه بكلمة إيجو إزا أنيمي عشان نتذكر الأمر باستمرار طبعا أكيد مش أنصحك تعمل الوشم لأن الوشم حرام لكن ممكن تكتب أي جملة شبيهة على ورقة وتعلقها في مكتبك أو تحطها كخلفية لشاشة الكمبيوتر أو الموبايل مثلا تاني نصيحة أخرج من رأسك اطلع من دماغك لا تشغل تفكيرك بنفسك ونظرة الناس لك معظمنا بيتصور لنفسه قدر من الأهمية أكبر من الواقع بكثير تأكد أن الناس مش بتفكر فيك ولا مركزة معك بالشكل اللي انت بتتصوره أو بتتمنها الناس غالبا مشغولة بنفسها وبمشاكلها أو بمشاريعها وأهدفها انت كمان خلي اهتمامك وتفكيرك على الهدف والعمل المطلوب إنجازه بلاش تفكر في رد فعل الناس لما تحقق الهدف فكر في العمل المطلوب لتحقي الهدف بأفضل شكل ممكن انسى نفسك وخلي تفكيرك منصب على الفعل والهدف نفسه كمان لما تلاقي نفسك انغمست في خيالات وأحلام اليقظة عن لحظات النجاح وإعجاب الناس بيك حول تفكيرك للتفكير في العقبات والتحديات المتوقعة وفكر في كيفية تخطيها عشان توصل لهدفك تحويل التفكير ده بيسموه mental contrasting كنا تكلمنا عنه في فيديو فخ أحلام اليقظة تالت نصيحة كن طالبا طوال عمرك لما تكون بتتعلم على يد معلم هتلاحظ انك بتكون أكثر تقبولا للنقد والتوجيه لأن هذا الطبيعي الطالب بيغلط وبيتعلم بتوجيه المعلم له ما بتحسش ان النقد والتوجيه ده فيه تقليل من ذاتك بينما في الحياة العادية احنا مش بنعتبر نفسنا طلاب ولا بنعتبر باقي الناس معلمين بل ان البعض بيعتبر نفسه خلاص أصبح العالم الخبير اللي مش محتاج توجيه أو نصيحة من حد فلما بتتوجه لنا نصيحة أو نقد عادة لا نأخذها بنفس الأريحية اللي الطالب بياخد بها النصيحة والنقد من المعلم أما لو اعتبرت نفسك طالب وانك هتفضل تتعلم حتى نهاية العمر ده هيساعدك على أمرين الأول انك هتكون أكثر تقبولا للنقد لأن الطبيعي ان الطالب يتم توجيهه عشان يطور من نفسه وطبعا هيساعدك على التعلم من أخطائك وتطوير نفسك باستمرار الأمر الثاني ان كونك طالب ده هيخليك تتقبل الفشل بدون انهيار الفشل مش هيشكل صدمة لذاتك الفشل لا يتصادم مع صورة الطالب اللي لسه بيتعلم لأن الطبيعي ان الطالب يخطئ وبالتالي ده هيحميك من حالة الحزن والاستسلام اللي ممكن تسببها لأنا في حالة الفشل زي ما وضحنا في الفكرة اللي فاتت رابع نصيحة اهتم بالإنجاز أكثر من المجد الشخصي بلاش يكون هدفك أو طموحك في الحياة هو أنك تحصل على لقب أو منصب معين خلي هدفك وطموحك هو إنجاز عمل معين يعني مثلا بلاش يكون هدفك أنك تصبح المعلم المثالي أو الأم المثالية خلي هدفك أنك تربي جيل وأبناء صالحين مصلحين بلاش يكون هدفك أنك تبقى صاحب أكبر شركة تقنية في العالم خلي هدفك أنك تقدم منتج أو خدمة مفيدة تغير العالم للأفضل بلاش هدفك يكون أنك تبقى صاحب أشهر أو أكبر قناة يوتيوب خلي هدفك أنك تصنع فيديوهات جميلة ومفيدة بلاش هدفك يكون أنك تصبح أشهر أو أمهر طبيب أو مهندس أو مصمم أو أي إن كان مجال عملك خلي هدفك أنك تنجز مشاريع وأعمال مهمة فعلا تعمل فرق بحياة مجموعة من الناس التفكير بالطريقة دي هيخليك أكثر انشغالا بالعمل نفسه مش بنفسك وضب طبيعة الحال هيقودك للنجاح أكثر من أي شيء آخر وكمان هيخليك أكثر رضا بحالك ويخليك سليم الصدر لا تشعر بغيرة أو حسد تجاه أي شخص آخر حقق نجاحكا نفسك أنت اللي تحققه دول كانوا أربع نصائح يساعدوك في حربك مع الأنا لتجنب ضررها على حياتك أرجو أن حلقة اليوم تكون مفيدة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلى لقاك رب بإذن الله سلام عليكم